اليوم وفي الوقت الذي يحارب العالم فيروس كورونا الذي أدى إلى تراجع كارثي في الاقتصادات الكبرى والمتوسطة خرجت الصين لتعلن انتصارها على معركتها المستمرة منذ عقود ضد الفقر الذي تعتبر نتائجه أخطر مقارنة بتدعيات فيروس كورونا وقبل الموعد المحدد بعشر سنوات في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 أعلن الرئيس الصيني في رأس السنة الصينية الجديدة خروج نحو مليار صيني في مختلف الأقاليم والمدن والقرى من دائرة الفقر بعد أن ارتفع الدخل السنوي للفرد بنسبة 29% مقارنة بعام 2015 ووصل إلى نحو 1661 دولاراً مع نهاية عام 2020 بحسب المعايير الصينية لتعريف خط الفقر فهو كل شخص قل دخله السنوي عن 620 دولاراً ومع أعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ارتفاع نسب الفقر في العالم بشكل كبير للمرة الأولى منذ عقود بسبب انتشار فيروس كورونا يقول خبراء إن تجربة الصين تظهر للعالم أن إنهاء الفقر احتمال واقعي الجهود المميزة التي قامت بها الصين للحد من الفقر أكدت التزامها بأهداف التنمية المستدامة وأثبتت للعالم أن إنهاء الفقر ليس مستحيلاً وأنه يمكن تحقيق هذا الهدف ضمن إطار زمني محدد وهو ما دفع العالم للاعتراف بإنجازات الصين وبعد الإعلان عن هذا الإنجاز ساهمت الصين بأكثر من 70% من الحد من الفقر العالمي خلال نفس الفترة منذ إطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح التي بدأتها الصين في أواخر سبعينيات القرن الماضي ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتحسن مستوى التعليم والخدمات بالإضافة إلى ارتفاع صقف الحريات الشخصية في الصين بعد الإعلان عن القضاء على الفقر ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا